المفاجأة بقى ان فعلا فيه كلام مع شريف اكرامي ومن ادارة نقل الزمالك بنفسها انه يجي ويختم حياته في نقل الزمالك وخصولنه هو في الاغلب ممكن ما يكملش البراميدز قال له تفضل تعالى عندنا الزمالك فعلا محتاج حارس مرمى جنش في الاغلب مش هيرجع ابو جبل عارض تاني عن طريق بعض الوسطاء وامير المطالة منصور قلب النص انسى مش هتيجي ومش هترجع الزمالك تاني بسام كان موجود في فترة من فترات لكن بعد ما اجدت عقده وخد اعلى عقد فيه طلاق الجيش 8 مليون جنيه فحيكمل اختلف معك في الجزئية دي هو دل هو اللي حصل ايه ان محمد بسام وقع للبنك الاهلي ووقع لنادي الزمالك فبالتالي كان هيحصل له مشكلة انه هم مش هعرف يروح فين لو عقده انتهى وبقى فريق هيتطر بالوقتي اي حد هيتطلع العقد التاني خلاص فاتفقت ادارة نادي الزمالك مع ادارة طلاق الجيش انه هم يجد دوله مقابل انه هم هيددوله المبلغ اضافي لنادي طلاق الجيش فبالتالي يقدر لعب كلاهوة انت دلوقتي واحد مجدد فبكمل عقده فيقدر بيعه وشره ده اللي تقال في الاول لكن دلوقتي الان خلاص طلاق الجيش بكمل بسام فيه مش هيروح في اي حتة مش هيروح مقابل الثمانية مليون جليه واللي تفعل حد كنت ايه ده حصل بالفعل لكن دلوقتي خلاص هو هيكمل طلاق الجيش ما يعني ما رفضش العرض احترام الناس وشكرهم اللي رافض بكل قوة الكابتن اكرامي الكبير وجود شريف اكرامي في زمانك هيكون جزء من عرضون ان رمضان صبحي يتم اقناعه بارتداء الفانيلا البيضاء سواء الموسم الجاي او ممكن الموسم اللي بعد رمضان في الاغلب ممكن يطلع على احد الدول الارباء وتركيا هي الاقرب هو ده العرض الرسمي اللي موجود برامنز عايز يتخلص من بعض الاسماء الكبيرة اللي مرتبتها باهزة ومش هيبقى عنده ازمة انه هو يخلق رمضان صبحي لكن مقابل انه هو يعود المبلغ الكبير اللي هو 33 مليون ده هيحصل ازاي بقى قليد ده يحصل ازاي هليطلع بره وبعد كده يشوف نادي ارجع نادي الزمانك عن طريق اقناع عن طريق شريف اكرامي كما حدث من زي قبل في بعض الامور كحياته عامة مش مش كقرار برامنز يعني فده جزء من الصفقات محمد البرغيم برضو اللي موجود في اسراميك الابطرة برضو معروض الزمالك بيفكر فيه بقوة محمد ابراهيم نفسه يعني بيشوف كل الخيارات القدامه المتحق ايه هو طبعا رجل زمال كاوت زي ما نسمي قولنا بيقول رجل زمال كاوت معروف طبعا لكن في النهاية زمال محمد ان انت بتتكلم دلوقتي الفرص المتحق قدامك هل ده ام ده اللي حيقدر يعني يخش بشكل جدي هو اللي هيخلص هياخد الصفقة بتاعتنا حمد ابراهيم احساس اشتركوا في القرód